السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقالا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد والحلقة دي مخصصة لمناقشة الحلقة الاولى من الموسم الثامن من مسلسل جيموف ترونز ودي حلقة مش مخططة وملهاش سكريبت وحيبقى فيها شوية تهتها وحيبقى فيها شوية افكار ممكن تبانى انها مش مترابطة اوي وده لانها حلقة بدون تخطيط الهدف الاساسي كان ان احنا نعمل حلقة لايف على فيسبوك ناخد فيها اسئلة وناخد فيها اجوبة على امل ان الاسئلة والاجوبة دي تلملم معنا المواضيع كلها بتاعت الحلقة ونعرف بعد كده نعمل لها منتاج وننشرها على يوتيوب ولكن التجربة دي ما نجحتش قوي لان جودة الفيديو مش جيدة على فيسبوك حاولت ننزلها واشتغل منها منفعش فبناء عليه شفت ان ممكن خلاصة اللي احنا قلناه دوت يتلخص بعد الحلقة على طول في حلقة كلام مرسل زي اللي بعملها دلوقتي دي ولو عجبتكم ممكن نبقى نعمل منها كتير ان شاء الله هستنى رأيكم في الكومنس ويبقى هو دوت السيناريو بتاعنا في الحلقات اللي جاية من المسلسل لغاية نهايته وبعدين نختمه بالمراجعة الكلاسيكية بتاعتنا بالشكل العادي بتاعها فلو عجبكم النظام دا يا ريت تقوله في الكومنس ما تنسوش تعملوا لايك للحلقة وما تنسوش تعملوا شارو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة عشان تجيلكم الحلقات دي اول باول الحلقة النهاردة بشكل عام بالنسبالي انا حلقة جيدة جدا 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 حتى احد الاسئلة اللي جات على فيسبوك كانت اقل ولا اعلى من توقعاتي انا قلت انها ممثلة لتوقعاتي المتفألة مشكلتي كانت في الموسم اللي فات ان احنا قربنا قوي اوربن هايتو من اغراض الفان سيرفسينج ان احنا ندور على اللي يرضي الجمهور ويسخنوا معانا زي الحكاوي بتاعت التنانين والمواجهات والكلام ده والنايت كينج وازاي تحصل على واحد من التنانين والحاجات دي كلها وده بالنسبالي حتى انا عبرت عنه في المراجعة اللي كنا بنعملها الموسم اللي فات او المناقشات اللي كنا بنعملها في الموسم اللي فات عن احباط كبير منه ومع ذلك قلت انها خطوة مش مشكلة المهمة احنا لما وصلنا الحاجة ما هياش منغصة ليا قوي على الامد الطويل الحلقة دي حلقة درامية في المقام الاول الممكن نقول عليها حلقة جس نبض فيما يتعلق بالجانب الملحمي او الجانب الحربي او الجانب الاسطوري او الامور دي كلها ولكن التركيز الاكبر كان على اثارة النواحي الدرامية واطلاق صراع جديد في رأيي انا متأخر شوية وبحيي المسلسل عليه بكل تأكيد وهو كمية الضغوط الرهيبة اللي بقت على جون سنو سلاش اي جون ترجيرين بما اننا وصلنا للنسب الحقيقي والنسب ده وصل لهو شخصيا لان وضح من البداية ان الشمال مش مرحب بدنارس وضح جدا ان سانزا مش بس مش مرحبة بدنارس دي كمان مش مرحبة بتكرار غلطة جون معها وهي انه ياخد قرارات وينفذها من غير ما يرجع لها من غير ما يستشير اي حد في الدنيا وعلى فكرة انا شخصيا مقتنع ان دي بالفعل غلطة جون ودي مشكلته الاساسية اللي بيكررها بشكل متكرر مش ان قراراتك فيها خطأ على مستوى الشرف والقيم اللي هي المحركات الاساسية ليه بشكل عام ولكن لانه بينفرد بالقرارات دي ما بياخدش فيها قراءة حد تاني ودي بتشكله مشكلة حتى لما راح لاريا على اساس انها الوحيدة اللي هتفهمه والوحيدة اللي هترحب بيه وكلام زي ده قالت له سانزة لو بتعمل حاجة فهيبتعملها لصالح العيلة ولصالح الشمال وما تنساش الموضوع ده فبقناعنا عليه اريا اللي هو كان بيتكل عليها انها هتبقى سند ليه في المواجهات دي ات الحقيقة هي مش في صفه بنسبة مية في المية ديف على ده المواجهة اللي حصلت مع ليانا مورمونت وليانا مورمونت طبعا لها معزة خاصة في قلبي عمتي ليانا مورمونت كالعادة ووجهة جون بالدبش بتاعها بشكل مباشر ولكنه رد عليها رد جيد برضو وهو تأكيد مرة اخرى للمنظومة القيم بتاعته اللي هو مصمم عليها وبيتحرك معها ولكن الضغوط ده هي تبتلت تزداد جدا مع انضمام سام ليها نحن نتكلم على الاحداث بتاعت الحلقة بشكل مش مرتب قوي فالمهمة بس نحن نغطيها كلها لان سام كمان لما عارف ان الدينارس قتلت ابوه اخوه اه ناس كتير لامت على ان رد فعله ما كانش مناسب انا شايف ان رد فعله مناسب جدا لانه من ناحية ما كانش عنده حب ومعزة كبيرة قوي الابو على اي حال من الاحوال يمكن اللي زعله شوية اكتر هو موضوع اخوه ده ولكن النزعة العائلية طبعا ونزعة الاصل والامور دي كلها نرفزته جدا لدرجة انه لما بلغ جون بنسبه الحقيقي بعد الاتفاق مع بران كان اه مش سام اللي احنا عارفينه ومش بالضرورة واقف جنب صاحبه هو متوقع تصرف من صاحبه هو متوقع خطوة من صاحبه هو عاوزه يروح يطالب بحقه ويكتشف من خلال المطالبة ديت ما اذا كانت دينارس فعلا بتدور على الحق وحتعمل زي ما هو عمل ولا لا توقعاتي على فكرة بالنسبة للموضوع ده في الحلقة اللي جاية هو ان جون مش هيطالب بحقه في الموضوع ده وقد يطلب من سام انه ده مش وقته او ان الموضوع ده هتيتأجل بعد المواجهة الكبرى لما تخلصه بعدين نشوف الحوار ده كله وده حيزود الضغوط على جون لان سام على ما يبدو عاوز رد فعلا مباشر وعاوز تصرف مباشر فدي التعائدات اللي المسلسل بيقدمها بشكل متأخر عاجبني جدا جرئته في تقديم التعائدات ديت ولكن مش عاجبني تماثلها مع اللي حصل في الموسم اللي انتهب بموت جون سنو لانها تقريبا نفس الفكرة في اللي حصلته مع النايت سواتش ان هو شايف حاجة صح وشايف حاجة معينة لازم تتعامل بيعملها بدون ما يستشير بيعملها بدماغه وبعدين بيدفع تمنها غلطة جون سنو مش في القرارات اللي بياخدها ولكن بطريقة اتخاذه للقرارات دي مقابلات كتيرة جدا حصلت في وينترفيل بعد الموضوع ده شفنا جون سنو مع بران شفنا جون سنو مع اريا شفنا اريا مع جندري وكان لقاء ظريف جدا ورائع جدا شفنا لقاء اريا مع الهوند وعجبني انه استقر مرة اخرى في حتة انهم مش مرتاحين لبعض لا يعني مش اللي هو نظام احنا خلاص خلصنا وبتاعه نرجع بقى نهزر مع بعض والدنيا تبقى كول معنا وكلام زي ده لا لسه في عداء دفين لسه في مشاكل ما تحلتش وده شيء ذكي وان كان تم تناوله بتصرع شوية والتصرع صفة على ما يبدو فيه اجماع من الناس كلها انه هو موجود في الحلقة انا شايف ان التصرع في الحلقة فقط فحكتين في المشهد ده في مشهد اريا والهوند وطبعا في مشهد تحرير ثيون لليارا اللي هو نظام يا صلاة النبي لو موضوع بالسهولة ديت طب احنا في اي حد فضل مسجون ليه اصلا يعني الموضوع تم سلقه ولكن سلق مفهوم شوية لاننا خلاص ما قعدش فضل لنا غير خمس حلقات بعد الحلقة ديت وفيه احداث معينة انت عارف ان هو لو حبي يحبكها هيحبكها ما هي مشكلة كبيرة ما هيش ازمة كبيرة ولكن هو عاوز يتخطها للاهم وده شيء مفهوم واعتقد ان احنا مطالبين بتقبله بشكل او باخر ايه تاني احداث مهمة حصلت الرحلة بتاعت التنانين بتاعت جون ودنارس ليه مهمة لانها بتستبعد نقطة احنا كنا متكلين عليها وهي ان لحظة ركوب جون للتنين او قيادته ليه يعني هتبقى نقطة محورية وفيصلية في تحديد نسب ولكن على ما يبدو هم اعتبروها نوع من انواع الكروازع يعني اللي هون زم احنا طلعين ناخد نضرب بولطة بالتنين وخلصنا يعني فما فيش داعي نحن نكبر الموضوع اكتر من اللازم بس كانت لقطة لطيفة ولقطة فيها جانب رومانسي وفيها جانب فكرة موقف التنانين من جون كمان والنظرة المتبادلة ما بينه وما بين الدروجون دي كتجمدة جدا يعني لو اشيل ايه لك من علام مياض يعني كتجمدة جدا جدا تورموند حبيبي الحمد لله لسه بخير ولسه بيهزر احلى مشهد في الحلقة كلها على الاطلاق في تقديلي هو مشهد تورموند والرجل بتاع نايت سواتش بتاع العين الزرقات جامد جدا 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 الكوميديا الشخصيات اللي فيها ما بيحولوش يقدمو لك كوميديا هو فعلا رد فعلا منطقي من الكنين بس انت واقعت على نفسك من الدحك انا بحترم الكوميديا دي جدا 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 مش عشان تدحكني لازم تقول نوكت يعني وبعد كده عندنا اللي حصل في كينغز لاندين من سرسي واللي ليه جانب ايجابي وليه جانب سلبي انا بتكلم دراميا دلوقتي انا بتكلم على جانب القصة بتاعتنا والاحداث اللي بتحصل وتصميم شخصياتنا لان سرسي قدت خطبة جميلة جدا وعلى فكرة الحوار في الحلقة بشكل عام عجبني قوي وكان مؤثر وفعال وفي كل الصفات اللي انا بحبها في الحوار بتاع جيموفترونز واللي افتقدته شوية في الموسم اللي فات وهي النقطة المحددة بتاعة حوار شكله حلو واقع انه يطلع من الشخصيات دي وبيقدي اثر كبير في رسائل وفي تحولات ممكن تحصل من خلال عشرين خمسة وعشرين مشهد المسلسل على مستوى الكتابة او الرواية طبعا والفضل يرجع لجورج ار ار مارتن في النقطة دي من الاصل واللي تم تورطه لغاية اللي احنا وصلنا له ده بيانقلها لك في جملتين ثلاثة وانت بتصدق وانت بتقتنع ان ده حصل يعني فالنقطة اللي هي قالتها اليورون بتاع انت لو عاوز هور روح اشتريها لو عاوز مالكة لازم تستحقها بعد ما دخلت القوضة اللي ورا غيرت منطقها تماما يعني ده الجانب السلبي بتاعه هو انه بيرخص شخصية سيرسي شوية لانك مش مقتنع انها واحدة ممكن ترضى انها تعمل كده لمجرد انها تبسط واحد علشان تحافظ على حلفائها ومعرفش مين انا حاسس ان سيرسي مهما كان كان عندها قدر كبير جدا من الكبرياء ولكن على الجانب الايجابي سيرسي شخصية شهوانية وده تم التكرار تأكيده مرة ومرة ومرة لو كان في الاساس مع جيمي فبعد كده مع لانسل لمجرد عدم وجود جيمي هي ما قدرتش تقعد لوحدها يعني فده ممكن يكون الغرض الاساسي هي مش فكرة انها بتبيع نفسها عشان تكسب حليف قد ما هو نوع من انواع ارضاء شهوتها هي شخصيا ما بعد ذلك او التسلسل بتاع المسلسل بتاع التسلسل ده وكل حاجة حصلت في كينجز لاندين بالنسبة لي انا منطقية ومتصقة جدا مع شخصية سيرسي واللي هي بتحاول تعمله في ايه تاني انا فاتح قدمي دلوقتي الصفحة بتاعة ويكيبيديا اللي فيها الحوار اه طبعا في محاولة سيرسي انها ترشي برون من خلال كيبرن او كايبرن اللي هو رجل الميستر بتاعها ده انه يقتل اللي كنين خدوا بالكم انا تخيلت ان محاولة الرشوة عشان قتل تيرين بس لأ هو طالع عشان تقتل اللي كنين تيرين وجيمي وفي تساؤل كبير هل برون حيرضى ولا لأ لان برون ليه تاريخ كويس وايجابي مع اللي كنين ولكن في نهاية الامر مفيش داعي ان احنا ننسى ان برون في الاساس مرسناري برون مرتزقة يعني هو ممكن هو اصلا نضم للكنين عشان خطر الفلوس مش حبا فيهم يعني فلو دلوقتي الفلوس والثروة واللي هو بيدور عليه موجود فقتلهم علامة استفهام وده موضوع مهم في الحلقة دي الحلقة دي طلعنا منها بقدر كبير من علامات الاستفهام جون حيعمل ايه جون لو تحدى دينارس على العرش رد فعل دينارس حيبقى عمل ازاي جون لو رفض ان هو يطالب بحقه رد فعل السام وبرون حيكون عمل ازاي برون قراره حيبقى عمل ازاي يورون جريد جوي وموقفه من سرسي دلوقتي بقى عمل ازاي ثيون الاضافة اللي ممكن يضيفها لما يروحوا انترفيل ممكن تكون عاملة ازاي تساؤلات كتير وهو ده اللي احنا بنحبه في المسلسل انا كنت حزعل جدا لو بطلع من الحلقة دي وانا عاملة اسقص خطوط بدل مفتح تساؤلات عشان كده انا شايف ان الحلقة دي على مستوى الجودة السردية القصصية انا شايفها مرتفعة جدا الحوارية مرتفعة جدا التكسيدية مرضية جدا والفنية كمان رائعة جدا المشاهد في عدد كبير من الكادرات وفي عدد كبير من المشاهد المصممة بعناية وبروعة انا شفت احوار او شفت اتراب على تويتر من اعظم ما يمكن بيقارن افتتاحية الحلقة الاولى في الموسم الاول بافتتاحية الحلقة دي الولد الصغير اللي كان في الموسم الاول بران وهو بيجري عشان يشوف موكب الملك اللي في الموسم الاول كان روبرت ودلوقتي بقى دينارس كل الامور دي ومشاهد تانية تانية كمان جوا الحلقة كل الامور دا بتستعيد التاريخ والارث بتاع المسلسل ده وتطرحولك من اول وجديد مع شخصيات تانية ومع تساؤلات تانية وفي النهاية الختام الرائع اللي انا شخصيا راي انت عليه كتير لو انا في اللايف قعد تداب يا جماعة على المشهد ده ما بين جيمي وما بين بران المواجهة اللي انا قلت اهم مواجهة انا مستنيها ومش عارف نتائجها هتبقى ايه ووقفنا عندها بالفعل واضح من التريلر اللي الناس في اللايف مشكورين خلوني اتفرج عليها ان جيمي بيتعرض لمحاكمة وان المحاكمة دي تحت قيادة دينارس وده بيجاوب على نقطة مهمة هل جون هياخد خطوات مهمة في حماية حقه ولا لأ من الواضح انه على الاقل مش دلوقتي على الاقل في تأجيل لان المحكمة دا كانت بتترقصها دينارس بصفتها ابن بنت الملك المجنون اللي جيمي اكتسب صومة الكينج سلير لانه قتله وبتحكمه على ده تساؤل كبير جدا يطرح كمية تساؤلاته تفكير من هنا للسنة الجاية لان لو كانت دينارس متضررة من ان جيمي قتل ابوها فكل الناس اللي حواليها اكتشلي شاكرة لان جيمي عمل ده لان الشمال كان مساند للتمرد بتعروب البراثين ولان المات كين كان عاوز يقتر الناس كلها وكان عاوز يحرق الناس كلها تساؤلات تساؤلات كتير وافكار كتير هتيجي في بالنا وحنقعد نسأل عليها في الفترة اللي جاية وانتظارا للحلقة اللي جاية اللي اتمنى ان احنا نبتجي نشوف فيها جانب ملحمي شويتين وعلى ما يبدو برضو من احد التعليقات اللي جات على اللايف ان الترتيب المعارك المعاركة الكبيرة مش هتبقى مع الوايت ووكرز انا اعتقد ان المعاركة اللي جاية على طول هي معاركة الوايت ووكرز وفيه ناس قالت انها غالبة مش هتبقى معاركة واحدة هيبقى اكتر من معاركة برضو انا ميال ده وقتنعت به الصراحة لما قريته في الشات او لما قريته في المناقشة اللي حصلت اه ان آه يمكن تكون في مواجهة جاية بسرعة مع الوايت ووكرز ولكن المواجهة مع سيرسي او المواجهة ما بين البيوش هتبقى اكتر من كده وممكن تبقى على بعض معركتين تلاتة مننا مش بس معركة واحدة لان احنا خلاص مفيش اي سبب يمنع ان الناس اللي في الشمال والناس اللي في ونترفيل يعرفوا ان سيرسي ناوي على الخيانة لو ما كانش من خلال جيمي فهو من خلال بران لانه شاف الموضوع ده وشاف اللي حصل شايف بعينه يعني وانا اسف لو في الحلقة مرة اللي اخبطت ما بين بران وبرون انا علش يعني وزي ما قلت لكم دي حلقة مش منتجة مش متمنتجة ومليانة سرد فانا اسف ممكن تكون اسماء ركبة مع بعض معي او حاجة بالطريقة دي فبناء عليهم المفروض من الحلقة الجاية يعرفوا على طول بنبأ الخيانة ديت ويبقى عندنا تساؤل كمان موقفهم ايه من الخيانة ديت وحيعملوا ايه بخصوصها? اي حاجة تانية ممكن تكون وقعت مننا سانزا وحوارها مع تيرين واللي بانت في ان هي اسكى منه انا ما اقتنعتش قوي ان ده زكاء قد ما هو برضو متصق مع شخصية سانزا او تطور شخصية سانزا لحد ما بيصدقش اي حد وما بيقفنعش باي حاجة بسهولة زي ما هي قالت هيالت انا بفهم ببطء ولكن بقيت مقتنع ان ما فيش حد عنده قدرة انه يحمي اي حد وبناء عليه هي فعلا فقدت الثقة في الجميع هل هو غبي? لا تيرين هو تيرين ولكن ما هواش معصوم من انه ياخد قرارات خاطئة او انه يثق في حد على عكس الموضوع زي ما بقول انا شخصيا لغاية دلوقتي عندي شك في ان فارس مخلص انا شايف ان فارس خاين ده رهاني انا شخصيا يعني ولكن حنشوف وعجبني برضو في البرومو بتاعة الحلقة اللي بعدها ان دينارس جاية بقى ايه تساهل مع سانزا وتقول لها تيرين كان غلطان ان هو صدقها وانت كمان صدقتيها احنا هنشتغل بعض يعني ولكن يبدو ان في خلاف قائم اوقات ما بين دينارس وما بين تيرين سواء بسبب قراراته وفلسفاته المتكررة اللي بتقود دينارس لاخطاء والمشاكل او نية دينارس ورغبتها في معاقبة جيمي واللي معتقدش ان تيرين حيوافق عليه بسهولة السولاسي الحكيم الجميل بتاع سير دافس وتيرين وفارس ده جميل جدا في المشهد اللي كانوا واقفين يعقبوا فيه ويوضحوا رغبتهم في ان جون سنو دينارس يتجوزوا والحياة تمشي وكلام زي ده السولاسي ده لما يقف موقف المجلس الامناء من الاخر من المكان العالي اللي هم واقفين فيه هداية جمدة جدا 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 وموضوع جبني جدا آآ آسف لو في نقطة اغفلتها او حاجة ولكن ده بيؤكد ان الحلقة فعلا ما كانتش فقيرة الحلقة كانت غنية وكان فيها احداث كتير وفيها حاجات كتير تتقال وفتحت ابواب كتير لتساؤلات كتير هتبقى عندنا في انتظار الحلقة اللي جاية ما كانتش عندنا قبل ما نشوف الحلقة دي اتمنى ان الحلقة دي تعجبكم في انتظار رأيكم في لو في اي اضافة تحسنها شوية او اي حاجة ياريت تقولولي عليها وحرعيها من هنا ورايح الف شكر لحضراتكم على المشاهدة لو عاوزين تتابعوا بتاعنا من اول الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك لصفحتنا على فيسبوك هحط لكم لينك لياه في الدسكريبشن وتنسوش طبعا تشتركوا في القناة دات عشان الملخصات ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة واجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تقلقكم الحلقة اول باول وطبعوني على فيسبوك وتويتر وبي باي